عزيزي طالبات وطالبات الصف اللي هو اللي عادية دي على مسألة عن بحضراتكم. ده درس اسمت مقدار على مقدار. اللي هو بعض الناس بتعتبره نواصع بالدروس ولكن هو وسائل جدا. اول خطوة لازم اعرف هو دي اسمها عادية ولا مطولة. اولا هو هيجي جنب المسألة كده. ويقول لي حيث سين لا تساوي سلبة اربعة قصده ان ما ينفعش سين تبقى سلبة اربعة لان ساعتها المقصوم عليه هيبقى سفر ولا يسمع على سفر. ليس لها معنى او بقول عليها كمية غير معرفة. ولكن انا هنا في الحالة دي انا عايز اقسم مقدار على المقدار. فبقى قص الاول على المقدار وبرتبه. هل ده مترتب او? بكتبه هنا. ده مترتب او بكتبه هنا. ومترتب دي معناه ان انا بقى ببدأ بالقص الاعلى ثم الاقل ثم اللي مفهاش رموز خالص. بقسم الحد الاول على الاول. سين قص اتنين على سين. يطلع سين. دي جزء من خارج خارج الاسم. اللي طلع فوق يضرب السين زائد اربعة. كاني بوزع. سين في سين. اكتبها هنا سين وص اتنين. سين في اربعة. مقابل اربعة سيني. بل الخطوات بتاعتي الاولى اسمها. اقسم. تانية اسمها ادرب. خطوة التالتة اسمها اطرح. بس اطرح دي انا اعملها بالطريقة اللي انتم متعودين عليها. ان انا هشد خط. وهغير. الاشارة بتاعت المطروح اللي هو بيجي تحت. وبعدين ابدأ اجمع عادي لان انا خلاص حولت الطرح لجمع. دول هيتيروا. فممكن اقول لك خطوة من ضمن الخطوات اسمها طير. بطا يا رمين. لازم اول حد دا يطير. سبعة سين زائد اربعة سين. زائد سرب اربعة سين يديني تلاتة سين. انزل المتفضل اللي هو مقابل اتناشر. كده انا طلعت ناتج والاسمها لسه مصفرتش. ارجع الف وقسمتين. تلاتة سين على سين. هتطلع لي مقابل تلاتة. المقابل تلاتة اللي لسه طلع دي. ابدأ اوزحها بنفس الطريقة. تلاتة في سين بتلاتة سين. تلاتة في اربعة بمجاب اتناشر. هشد خط المرة دي حاجة غير الاشارات. عشان نعمل عملية الطرح برضو زي ما قلنا. هلاقي نفسي طيارته. المسألة صفرت ويبقى خارج القسمة بالنسبة لي. هو العدد سين او المقدار سين زائد تلاتة. اللي هو طلع فوق. اشكركم جدا على المتابعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.